استعرضت سلطنة عمان التقدم الذي حققته في مجال إدارة مخاطر الكوارث والحد والتخفيف منها والمؤسسات المعنية بهذا المجال من بينها المركز الوطني لإدارة الحالات الطالية وذلك خلال الاجتماع الوزري لآلية التنسيق العربية العليا للحد من مخاطر الكوارث في العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع ناقش عدة قضايا تخص رصد الكوارث الطبيعية ومتابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وخارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والشععية بالإضافة إلى إطلاق مشروع عربي يعنى بالكوارث البحرية والحد منها ترأس وفد سلطنة عمان سعدة عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومنذوبها الدائم بجامعة الدول للعربية